السلام عليكم أحباؤنا أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات ونبدأ اليوم درسا جديدا وهو عبارة عن قصيدة شعرية إني أحبك يا قطر طبعا لدينا مجموعة من الأهداف علينا أن نقرأ النص الشعري قراءة معبرة أن نحدد معاني المفردات الواردة وأن نختار الإجابة الصحيحة من بين البدائن الشاعرة هنا في هذه القصيدة اسمها شيخة أحمد المحمود وهي شاعرة وأديبة قطرية عملت معلمة وأصبحت أول وزيرة قطرية وشغلت أيضا منصب وزير التربية والتعليم في هذه البلاد الآن سأقرأ القصيدة أتمنى منكم المتابعة جيدا والانتباه إلى القراءة إني أحبك يا قطر حبا يعمبني البشر إني زرعتك في دمي غرسا يعيش مدى العمر في ظلها أجد الهنى في بيدها أهوى السفر في بحرها الخير الوفير في أهلها حسن السيار علمتني حب الحياة علمتني فيض العبر منها التجلد شيمة ما نال إلا من صبر إني أحبك يا قطر حبا يعمبني البشر إني زرعتك في دمي غرسا يعيش مدى العمر أهواك قلبا نابضا أهواك غيثا ينهمر فيك الحياة كريمة فيك الأمان المزدهر والعلم يعلو راية عرف المعالي في قطر والعلم أفضل من هل من فاته فهو الخسر إني أحبك يا قطر إذن الشاعر هنا تعبر عن حبها الكبير لهذا البلد الخير لقطر فهي هذا الحب لن يتبدل مع الأيام بل سيزداد كالغرس الذي نرويه كل يوم ويكبر وينمو أمامنا لماذا؟ طبعا الشاعر تجد الهناءة هناءة العيش تجد السعادة تجد الخير الوفير في هذا البلد كما أنها تجد حسن السيار والمعشر والمعاملة من أهل هذا البلد لقد تعلمت في ظل هذا البلد حب الحياة تعلمت الصبر تعلمت أن تقدم روحها ودمها في سبيل وطنها إنها تجد الحياة الكريمة تجد العلم وهو يرتفع ويشمخ في هذا البلد نحن أيضا نحب هذا البلد الخير والمعطاء ونقدم له كل ما بوسعنا من أجل رفعته وتقدمه سنجيب عن بعض المفردات نحدد معناها البيد جمع بيداء وهي الصحراء شيمة صفة وطبيعة عرف المكان المرتفع التجلد الصبر منهل مورد ومصدر يعم يشمن من موضوع العام لهذه القصيدة عن ماذا تتحدث الشاعر في هذه القصيدة نعم إنها تتحدث عن حبها لوطنها ما الحكمة التي اجتمل عليها البيت الثاني عشر نعم أن العلم مهم جدا أهمية طلب العلم الآن ما مراد في كلمة يا عم يجمع يشمن يتجاوز يخبر حبا يا عم بني البشر نعم العموم يعني الشمولية إذن يا عم أي يشمل ما معنى فيض علمتني فيض العبر قوي رفيع غزير كريم أحسنتم غزير ما معنى التجلد منها التجلد شيمة الصبر والتحمل العلم والمعرفة القوة والبطولة الشجاعة والجرى طبعا مرت معنا قبل قليل وهي الصبر والتحمل ما الجملة التي جاء بها كلمة نالا بما في معنى ما نالا إلا من صبر نالا أي كسب أو فاز أو حصل بدل الإطفائي كل جهده لإطفاء الحريق حصل محمود على جائزة قيمة منح المدير الموظفة مكافأة ما رأيكم؟ طبعا حصل محمود على جائزة قيمة ما معنى الغيث؟ أهواك غيثا ينهمر ما هو الشيء الذي ينهمر؟ المطر نعم أحسنتم الآن نريد أن نستخرج المطلوب من هذه الأبيات نريد بداية تركيم بمعنى طول حياتي إني أحبك يا قطر حبا يا عم بني البشر إني زرعتك في دمي غرسا يعيش مدى العمر ما معنى طول الحياة؟ مدى العمر أحسنتم ما معنى كلمة أحب إني أحبك ما معنى يحب في ظلها أجد الهنى في بيدها أهوى السفر نعم أهوى ما مضاد القليل في بحرها الخير الوفير ممتاز الوفير أشكر لكم حسنة سماعكم وحضوركم أتمنى لكم المثابرة والتوفيق توفيق